بعد سنوات طويلة من العمل الشاقي في المنازل وسط تقلبات مهنية صعبة أخيراً انتزعت هذه النسوة من العالم القروي بإقليم برشيدة فرصة عمل مستقرة تمنحهن شروط الكرامة داخل تعاونية مزرعة لإنتاج وتسويق المنتجات المجلية أخدم في الدار بي دام في المنازل مرة كامرة قالتها مرة خدام مني قدرت أسست هذه التعاونية جئت لها جئت لها جئت لها هنا مثلهم بغيت نخدم خدموني الحمد لله وضعيتي تحسنت حسن ما كانت استقرت بعدها وقدموا الدار عيان مريض أنا اللي كان أخدم على الوليدات أخوي أنا مدة ديال 6 شهور أنا وجوج ديالي جوج ديالي رجرد هنا وأنا دخل الكوزينة والحمد لله وعندي 3 دوليدات والحمد لله الشهرية ديالي موجودة كل شهر كان شدها في هذه التعاونية تلتقي أياد العاملات في وحدة تثمين منتجات الحليب لتخرج منها الزبدة البلدية والسمن الطبيعي وباقي أصناف مشتقات الحليب التي يفضلها المستهلك المغربي أعمل أعاد لهؤلاء النسوة الأمل في حياة أفضل وأعطاهن فرصة جديدة للعطاء والإحساس بالكرامة وضمان قوتي يومهن بعد ذلك يأتي دور التسويق حيث يتم بيع هذه المنتجات للسكان المحليين رغم تحديات النقل التي تواجه التعاونية فهي تسعى جاهدة لتسويق منتجاتها على المستوى المحلي وتعمل مع شركائها من أجل توفير وسيلة نقل تمكنها من تسويق المنتجات تضمن شروط الصحة والسلامة للمنتجات والمستهلك الحمد لله أننا غادي نبي زيان وهذا المنتجات وهذا المنتجات التي تواجدنا فيه هو الذي نبيع فيها المنتجات من هذه الوحديتين التي ذكرت سابقا ولكن بقى الحمد لله عندنا وحد الإكراه هو أننا نبيع غير مع الناس الذين يجوا عندنا الذين يجوا كتشفوا المزرعة وهذا كيتقدوا ما باش نطوروا عندنا إكراه باش نخرجوا المنتجات خصوصاً دي الحالي بحيث خاصة نقل في ظروف صحية ما زال عندنا هذا الإكراه إلى جانب وحدة الحليب ومشتقاته تتوفر التعاونية على وحدة الحبوب ومشتقاتها مشروع بفضل الدعم الكبير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطاع توفير فرص عمل وسبل العيش الكريم للنساء القرية اللواتي يسعين جاهدات من أجل رفعة أسرهن وتحسين معيشتهن اشتركوا في القناة